اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة النقطة التانية انحسار دور الاقارب الجد والجدة الاخوال الخالات الاعمام العمات هدول كانوا يلعبوا دور كبير في تربيت الطفل كانوا الاجداد يحكوا له الحكاية ويستفيد منها خبرة ويستفيد منها رؤية عن الماضي والمستقبل وكانوا الاقارب يبونوا على اولاد بعضهم هالدور هذا عم ينحسر كل ماله ورح يجي يوم ما يبون فيه الانسان غير على نفسه النقطة التالتة هو دور الجيران والحي والبقالة والشارع نحن كنا ننعت اولاد الشارع انه هاي صفة سلبية مع الاسف هلأ صار الجلسة اللي مدت خمس دقايق في الشارع او اللعب مع الاولاد الشارع صار حلم كتير من الاطفال بعد ما انتشر الخطف في كثير من الدول وليس طبعا كلها ما من عم النقطة الرابعة دور الحدائق والشواطئ البحار وهي الشغلات اللي كانوا يروح يزوروها الاهل هلأ كتير نحسر دورها والالعاب وليهيك لانه صارت كل لايات الدخلة عليها صارت اصعب اصبحت غير متاحة كما في السابق اما بعيدة او مأجورة ومع الاسف تم استبدال الطاقة الطبيعية اللي بتجي من السماء والارض والاشجار والبحر والرمل والتراب بطاقات سلبية عم تأثر على الطفل سلبا النقطة الخامسة المدارس والمدرسين كلاياتنا بنعرف ان المدرسين بهذاك الزمان كانوا غير هلأ كانوا قدوة فعلا كانوا قدوات بأفعالهم بتصرفاتهم هلأ يعني انا ما بدي احكي تفاصيل كلاياتكم تعرفوا باختصار كل ما حول الطفل كان يتعلم منه اشياء ما بقلكم كلاياتها ايجابية بعضها ايجابية والبعض منها سلبي ولكن قد حرم منها كلها كما حرم الاطفال من تفاعلهم مع بعض ولعبهم والاجتماع يوم الجماع ويوم الاعياد في بيت الجد وفي الحدائق العامة وفي المنتزهات واماكن اللعب كتير من الاطفال انحرموا منها اليوم الآن بسبب كل ذلك هل عرفتم لماذا تضاعف العبء والدور على الاهل اليوم كل ذلك كوم وكوم تاني هو اللص الذي يدخل كل بيت اكيد انتوا عرفتوا يدخل كل بيت دون استئزان ويعطوا الطفل معلومات مع الاسف يسلبهم برائتهم لانه عم يعطيهم معلومات قبل الاوان يا جماعة الطفل مثل الوردة تماما الوردة بحاجة الى عناية ورعاية ولكن دون ان نكبتها ودون ان نحرمها من الحرية فالحمد لله انا ولادي ما قمعتهم وخليتهم يربوا احرار بحب لكم شغلة مهمة ان الطفل وقته بين خلق هو مثل لحبة المطر لما بتنزل على الارض حديث وعهد بربه يعني جاي من الملأ الاعلى لستاتو فريش فنحن ما بدنا نتقل دم عليه ولا نكبته ولا نحب من طاقاته عرفته الان بتصور انه الان عرفته ليش الطفل احيانا بيرفض الهدية اللي جايب له يا ابو وامه وبعد غياب طويل عنه اكيد هو ما بيعرف يقول اريد الرعاية اريد الحنان اريد العطف منكم عفوا لا اريد الماديات ولا اريد كل هذا العالم المادي بقيوده بكل شيء فيه لانني حديث وعهد بيربي باختصار كانت معكم دكتورة امل والسلام عليكم اشتركوا في القناة